كشفت مصادر ليبيا عن حالة من التدمر في صفوف المقاتلين المرتزقة الذين توظفهم تركيا منذ أشهر لدعم الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في ترابلوس وبحسب مصادر عسكرية وأعلامية فقد تظهر عشرات المرتزقة السوريين داخل كلية الشرطة في ترابلوس احتجاجا على تأخر رواتبهم وأفادت المصادر وفق فيديو مسرب من معسكر الكلية بأن أزمة مالية وراء غضب المرتزقة السوريين الذين تأخرت رواتبهم خمسة أشهر أفاد تقرير جديد الجمعة بأن قوات أمن أثيوبية قتلت أكثر من خمسة وسبعين شخصا وأصابت ما يقارب من مئتين خلال الاترابات الدامية في يونيو ويوليو بعد مقتل مغن شعبي وتم قطع رؤوس أكثر من ثلاثين آخرين أو تعذيبهم أو صحلهم في الشوارع على أيدي مهاجمين وسط إهانات عرقية وقالت لجنة حقوق الإنسان الأثيوبية في تقريرها الذي صدر يوم الجمعة إن 123 شخصا قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 500 شخص في واحدة من أسوأ موجات العنف العرقي في البلاد منذ سنوات وهو هجوم مواسع النطاق ومنهجي ضد المدنيين يشير إلى جرائم ضد الإنسانية اشتركوا في القناة